اللي جار النهاردة ده تقدر تسميه بقلب جمد جدا طفرة مصرية في حفظ البيانات والتكنولوجيا الرقمية والسحابية هنا بقى لازم يبقى فيه عندنا سؤال نبدأ بيه الفقرة بتاعتنا ايه الفرص المتاحة للانجاز في المجال الرقمي وازاي نقدر نعظم استفادتنا من هذا المركز خلوني ارحب جدا 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 بضفن العزيز دكتور عبدالوهاب غنيم خمير التحول الرقمي ونائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بجمع الدول العربية ومستشار كلية كيمبرج الدولية البريطانية اهلا بيك يا دكتور اهلا اهلا سأل معنا ده ده بقى في صميم العمل كده زي ما بتقاله في صميم الخبرة الطويلة النهاردة يوم تاريخي لمصر كلها والمنطقة العربية اوكي ليه بقى ليه؟ حاولي حاجة حاجة مراكز المعلومات الضخمة للحوسبة يعني السحابية او الغيمية بشكل عام كانت حكرة الى حد كبير جدا على الدولة العظمة ما يعني ما بتديش تكنولوجياتها ليه فيها بعض الاجزاء من تطبيقات الزكاية الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة التولز دي دي الادوات دي مش بيدوها بسهولة الشركات المالتي ناشونال للدول النامية دي نقطة النقطة التانية تكلفتها مليارات الدولارات دي نقطة الحقيقة يعني 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 انا معاصر الموضوع من بداياته فخمطة رئيس عفتاح السيسي من 2018 لما اعلن مبادرة التحول الرقمي للحكومة المصرية كان من اهم الخطوات او المحاور او المرتكزات تطوير البنية التحتية الرقمية وده جزء مهم جدا التطوير البنية دي معناها ايه جعل مصر كلها رقمية يبقى لازم يكون عندك فيبر اوبتيكس مغطية مصر كلها احنا دولة عميقة غير الدول الجديدة كان كل الكابلات عندنا نحاسية من سنة 1800 وشوية وابداية القرن اللي ماضي في دول بقالها 30-40 سنة بدأ فيبر اوبتيكس من جديد طيب انت تتخيل ان انت عشان تحول خريطة جمهورية مصر العربية تفحط الشوارع وتسحب الكابلات النحاسية وتستبدلها بكابلات فيبر اوبتيك من غير ما تتوقف الخدمات دي عملية صعبة لانها لم يكن لها مخطط لها من قبل لا انت دولة من 1800 دا الادين طبعا بالزبط دا انت يعني احنا مسلا في سكة الحديد مصر الحديثة من قبل 19 احنا في سكة الحديد كنا تاني دولة في العالم احنا كان عندنا التلغراف قبل التليفون من ايام قسرة محمد علي وبالتالي دا بيبقى جهد كبير ومضاعف غير الدول اللي بدأت جديد دي اول نقص صح طيب دي خادت مجهود ضخمة جدا ومليارات دي اول خطوة وانت لازم يكون عندك بنية تحتية طبعا طيب عملت البنية دي هل غطيتها مصر كلها مش هتقدر تغطي مساحة اكتر من مليون كيلومتر مربع بكالياف ضو اي طب رح تمطلع الامر الصناعة تيبة واحد عشان يغطي المناطق الحدودية اللي مش متغطية في فيبر اوبتك كويس الياف ضو اي دي كان لازم اي بي سي يعني انت النهار دا بترمي اساس للبيت طيب لما عملت الاساس دوت وصلت فيها اللي صرعت الانترنت اللي كانت بطيئة جدا جدا خمسة ميجا بيت بر ساكنت وصلت النهار دا في المنازل والمنشآت السابتة تلاتة وستين ميجا بيت بر ساكنت يعني ضعفت تلاتاشر ضعف وبهذه القفزة بقيت رقم واحد في افراقيا في الانترنت السابت واحد يقولي يعني انت رقم واحد في افراقيا مش في العالم انت رقم واحد في قارتك اللي فيها اربعة وخمسين دولة وفيها دول متقدمة طيب ده خدمة جهود كبير طيب الخطوة اللي قابليها كنا ايه بقى كمان كان عندي مية واربعتاشر جهة حكومية سواء وزارة او هيئات او مؤسسات كل واحد عامل ديتا سنتر بتاعه مركز البيانات بتاعه تكنولوجيا مختلفة فيها تطبيقات مختلفة وما فيها السيكيوريتي عالية واخد بال حضرتك لما جيت النهاردة تربط الحكومة مع بعض مارديوسر تربط وتكنولوجيات مختلفة واخد بال حضرتك تكلفة ده بيشتري نفس اللي بيشتري ده زي ده يبقى اشتريت أبليكيشن معينة أربعة مية واربعتاشر مار شوف تكلفتها ادي هنا معين ناس تشغيل وهنا معين ناس تشغيل هنا معين ناس مبرمجين ومعين طب انت النهاردة كان لازم تعمل مركز حكومي ضخم يستوعب بيانات الدولة كلها النهاردة تقليف التقرير حجم البيانات المخزنة في هذا المركز اربعين بيتا بايت يعني بنتكلم على الميجا والجيجا والتيرا والبيتا يعني تقدر تقول أربعين مليار مليار حرف وقابل الزيادة طب كان زمان كل جهة من المية واربعتاشر دولة عنده مركز معلومات يعني على قده عنده بعض الابليكيشنز للموارد البشرية للحسابات للمشتريات للمبيعات وهكذا عنده ثلاثة اربع خمس سيرفر ده بس محتاجين عقود صيانة محتاجين تحديث وهكذا لا انت النهاردة المركز ده فيه أكتر من ألف سيرفر على أحدث مستوى خزنتي فيه كل بيانات الدولة أرشفت فيه البيانات اللي لازم تتأرشف زي القضايا وزي السجلات التاريخية وغيرها أرشفت فيه ما يقرب من نص مليار ورقة أو مستند تاريخي أرشفتهم ليه لأنك هتستعمل معهم ديجت ده أحيانا بتحتاجهم يعني احنا مثلا في المعرقة القانونية مع طابة ما احنا رجعنا للأرشيف طبعا ورجعنا للأرشيف الهندي والبريطاني والعثماني وهكذا ما انت النهاردة بقى عندك أرشيف دايب لما عملت هذا المبنى فخامت الرئيس قال أنا عايز مبنى يسعى للمستقبل ومؤمن تماما المبنى ده تحت عمق الأرض بعشرين متر على مساحة ما يقرب من أربعين ألف متر عمول الحساب المستقبل في السيرفرز دي كلها جميع الموظفين أو الفنيين أو المهندسين بيشتغلوا من جوا المبنى من خارجه مؤمن بطبقات من أبليكيشنز الخاصة بأمن وسرية المعلومات أنا عندي هنا فيزيكال سيكوريتي المبنى ودد الزلازل والبراكين وغيرها وغيرها وهكذا طب عملت له محطة طاقة كهربائية مخصوصة ليه؟ ليه؟ بجانب كده واخد طيار كهربائي من أكتر من محطة أخرى كبديلة بجانب كده عنده سيستم من الجنريتور والبطريات لو كل المصادر دي قطعت يشتغل انت بتعمل احتمالات يا أستاذ يوسف لكل مفيش حاجة بتسيبها إلا بلان A وB وC وD حلو ديسته مكملناش عندك باكب أيوة المركز ده كلف مليارات عملت مركز زيه في مكان ما متكلف مليارات زيه باكب عشان لقدر الله لو حصل ده حصل شيء انا مفيش حاجة عندي يرحل لدينا حاجة اسمها نون ستوب سيستمز النظمة التي لا تتوقف فيش حاجة اسمها ايه اصلا حصل وحصل ومش عاملين حسابه طيب طب ايه بقى الفكرة ان دخلنا فيها الحوسابة السحابية او الحوسابة الغيمية الحوسابة الغيمية او الحوسابة السحابية هي اسلوب جديد في ادارة مراكز البيانات هي بتبقى أمبريلة كبيرة بيتقال ساعتها ان انا تسمح لي اخزم بيانات على الاف السيرفرز ديت تسمح لي اشغلهم باكتر من نظم تشغيل من بلاتفورمز مختلفة تسمح لي ان احط تطبيقات مختلفة كتيرة جدا واقدر اشغل الجزء ده للحكومة دي والجزء ده للوزارة دي والجزء ده اقجره لشركات خاصة والجزء ده اقجره لدول صديقة استضيف من عندها بيانات احنا قبل ما نعمل هذا المركز كان معظم الشركات القطاع الخاص في مصر كانت بتعمل استضافة لبياناتها في مراكز معلومات في الهند او في اوروبا او في امريكا طب واحد يقول لي بيعملوا ليه كده منت عشان تعمل مركز معلومات لشركة يقول ايه فرد قالك مثلا اتكلف نصف مليار هتقول اتكلف ليه من اقجر اعمل احط بياناتي عندك وادفعلك في الشهر مثلا 10.000 دولار 20.000 دولار بدل من ادفع حتى ايه واحد طب احنا النهاردة كان معلومات كتيرة جدا مش للجهات الحكومية لجهات خاصة كانت بر بردو بيانات مصرية طبع